بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم ومع الدرس الأول وهو بعنوان قواعد الإشارات في الجمع والضرب في البداية لو نظرنا إلى الجدول الذي على اليمين وهو يبين قواعد الإشارات في حالة الجمع كما ترون فإذا كانت الأعداد المجموعة موجبة كان الناتج موجباً موجب زائد موجب يعطي موجب وإذا كانت الأعداد سالبة تعطي سالب سالب زائد سالب يعطي سالب ويمكن أن نتذكر هنا قاعدة المكسب والخسارة فلو مثلنا موجب بأنها مكسب وسالب بأنها خسارة فموجب زائد موجب أي مكسب زائد مكسب يعطي مكسب فموجب زائد موجب يعطي موجب وكذلك خسارة زائد خسارة تعطي خسارة سالب زائد سالب يعطي سالب ولكن ماذا عن ما إذا كانت موجب زائد سالب أو سالب زائد موجب ههنا ليس لها قاعدة مباشرة ولكن لابد أن نأتي بالفرق بين العددين ويكون الناتج له نفس إشارة العدد الأكبر فمثلا لو كان المكسب أكبر من الخسارة كان الناتج مكسبا ولو كان المكسب أقل من الخسارة كان الناتج خسارة أي سالبا وإليكم الأمثلة التالية مثلا 12 زائد 3 يعطي 15 موجب زائد موجب يعطي موجب أما سالب 12 زائد سالب 3 يمكن أن نكتبها بالصورة سالب 12 سالب 3 يساوي سالب 15 في المثال الأول والثاني موجب زائد موجب يعطي موجب سالب زائد سالب يعطي سالب ولكن ماذا عن 12 زائد ناقص 3 أي 12 ناقص 3 الفرق بينهما 9 وحيث أن الكبير هو 12 وله إشارة موجبة فيكون الناتج 9 بنفس الإشارة وهي إشارة موجبة المثال الرابع سالب 12 موجب 3 موجب مع سالب الفرق بينهما أيضا 9 ولكن العدد الأكبر هنا هو سالب 12 وله إشارة سالبة فيكون الناتج أيضا سالب وبالعودة إلى الصفحة السابقة لنأخذ جدول الضرب ماذا عن ضرب الإشارات هنا القاعدة واضحة وصريحة وهي أن حينما تتشابه الإشارات موجب في موجب يعطي الناتج موجبا وسالب في سالب يعطي أيضا موجبا أما موجب في سالب أو سالب في موجب في كلتا الحالتين يكون الناتج سالبا وأليكم الأمثلة ستة في اتناشر يعطي اثنان وسبعون موجب في موجب يعطي موجب سالب ستة في سالب اتناشر يعطي أيضا اثنان وسبعون سالب في سالب أيضا يعطي موجب أما سالب ستة في اتناشر أو اتناشر بالسالب في موجب ستة يعطي أيضا سالب اتنين وسبعين فموجب في سالب أو سالب في موجب يعطي الناتج سالب ولكن ماذا عن الطرح والقسمة؟ الطرح هي عملية منبثقة من عملية الجمع كما سوف نعرفها بعد ذلك فلذلك ينطبق عليها نفس العلاقات وكذلك القسمة هي منبثقة من الضرب فأيضا موجب على موجب كما في المثال الأول يعطي موجب 12 على 4 يعطي 3 وسالب على سالب كما في المثال الثاني في القسمة سالب 12 على سالب 4 يعطي أيضا موجب 3 أما سالب على موجب أو موجب على سالب فيعطي الناتج سالبا كما في المثالين الأخيرين سالب 12 على 4 يعطي سالب 3 وكذلك 12 على سالب 4 يعطي سالب 3 ويمكننا أن نلخص القاعدتين كالآتي عند تشابه الإشارات نقوم بالجمع ويقوم الناتج بنفس إشارة الأعداد المجموعة فإن كانت موجبة كان الناتج موجبا وإن كانت سالبة كان الناتج سالبا وعند اختلاف الإشارة نأتي بالفرق بين العددين ويعطى الناتج إشارة الأكبر فيهما فإن كانت أكبر موجبا كان موجبا وإن كانت أكبر سالبا كان الناتج سالبا أما في حالة ضرب الإشارات أو القسمة كذلك عند تشابه الإشارات يكون الناتج موجبا وعند اختلاف الإشارات يكون الناتج سالبا